ازاك يا شيخ محمد سلامك الله من كل سوء ومكروه انا جوزي متواصحي بقاله سنتين ترحمه الله رحمة الواصل وانا نفسيتي تعبانة وكل شوية بعاية عشانه ده حرام علي ولا لانه كان انسان بر بعياله وبر باهله وبر بينا عشتوا قديم مع بعض يا ستة محمد عشتوا مع بعض قديم 43 سنة راضي عنه اه طبعا ابشري طبعا حاضر يا ستة محمد ستة محمد بتسأل البكة البكة رحمة ومفيش حرك ان انت تبكي على الميت بكى رسول الله في مواطن عديدة عايزة حلقة الوحدة امتى بكى النبي بكى النبي اكتر من مرة اكتر من عشر مرات النبي صلى الله عليه وسلم بكى بل بكى عند وفاة ولدي ابراهيم بكى على وفاة عمه حمزة حينما استشهد ووقف على جثمانه الطاهر وقال والله لا امكنني الله منهم لأمثلن بسبعين يا عمي بكى النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره عند قبر أمه آمنة رضوان الله عليها وارضاها بكى النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاة عمها بي طالب بكى النبي صلى الله عليه وسلم لوفاة خديجة وحتى لما مات ابراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا فلقى سيدنا عبد الرحمن ابن عوف بيبكي قال أتبكي يا رسول الله قال إنها رحمة يا ابن عوف ستين عائشة بعد ما مات سيدنا عمر قالوا لها إن سيدنا عمر بيقول إن الميت لا يعذب ببقاء أهل عليه إن ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لهم لا يرحم الله عمر ما قال رسول الله هذا فدي رحمة بشرط إن البقاء لا يعقبه اعتراض ولا يتضمن معه لطم ولا شق الجيوب ولا لطم الخدود ولا دعوة الجاهلية الأولى يا سيد محمد رحم الله الزوجة الكريمة رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناتي وإلهمك الصبر على فراكه ورابط على قلبك وجمع بينكما في جنته ومستقر رحمته وأبشري فإنه في جنة ورضوان ورب الراضي الغير غطبان بحسن المعاشرة وبشهادتك له